بسم الله الرحمن الرحيم صحابي كاد أن يقتل الصحابة بالنار عن طريق المزاح روى ابن ماجة في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أرضاه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علقمة بن مجزز على رأس غزاه بعث بعث سري يروح علقمة بن مجزز وأنا فيهم كان من ضمن اللي كانوا مع سيدنا علقمة سيدنا أبو سعيد الخدري فلما كانوا ببعض الطريق إذ ببعض القوم استأذن علقمة في شيء فأذن لهم وأمر عليهم عبد الله بن حزافة السهمي يبقى أصلا السريع بقيادة من؟ بقيادة علقمة بن مجزز كم من اللي حضرها؟ سيدنا أبو سعيد الخدري في بعض الصحابة بعض القوم استأذنوا أن يسيروا في مكان سأذنوا على القمل هو قائد السرية فأذن لهم وأمر على هؤلاء عبد الله بن حزافة السهمي سيدنا أبو سعيد الخدري بقول وكانت فيه دعابة الوامين سيدنا عبد الله بن حزافة فبيقول أوقدوا نارا ليصطلوا أو ليصنعوا عليها صنيعا الناس اللي هم استأذنوا من علقمة ورح معاهم عبد الله بن حزافة أميرا عليهم أو قادوا نار في مكان كده عشان يصطلوا يعني ليحققوا الدفء لهم من البرد أو ليصنعوا شيئا عليه صنعوا صنيعا على هذه النار يقول لك عبد الله بن حزافة سيدنا أبو سعيد بيحكي بها عبد الله بن حزافة كانت فيه دعابة فبيقول لهم ألست أميركم قالوا بلى قال فما إن أمرتكم بشيء إلا صنعتموه قالوا بلى قال فإني أعزم عليكم ألا تواثبتم في هذه النار يعني وبيمزح معهم شونتوا ولعتوا نار أنا بأقول لكم شون أميركم ارموا نفسكم في النار فتحجز بعضهم لما شاف أنه رأى أنهم يعزمون وظن أنهم قد عزموا أن يلقوا أنفسهم وقال أمسكوا على أنفسكم فإني كنت أمزح معكم هكذا كان يداعب الصحابة بعضهم بعضا سيدنا عبد الله بن حزافة بيقول لهم شان الأمير بتاعكم آه يا أنت الأمير يعني لو أقول لكم الحاجة تسمعوها آه طب أنا تواثبوا في هذه يعني نفسكم في النار اللي أنت ولعتوها دي فخلاص تحجز له كل واحد بدأ يهيئ ويربط حاجة كده فما لما ظن أنهم واثبون أو أنهم سيلقون أنفسهم في النار قال أمسكوا على أنفسكم فإني كنت أمزح معكم لما عادوا للنبي عليه الصلاة والسلام بيحكيوا له قصة الحكاية النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوا وفي رواية عند البخاري النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة في المعروف دي رواية عند البخاري لو دخلوها ما خرجوا منها أفنا دخلوها إحنا أصلا اتبعنا النبي عليه الصلاة والسلام علشان إيه نفر من النار نريد أن ننجو من النار هو عايز يرمينا في النار أصلا إيه كانت إيه كانت دعابة من عبد الله بن حذافة السامي لهؤلاء تعال بقى كده نعيش معه إن الصحابة كانوا بيمزحوا إن الصحابة كانوا بيتحكوا مع بعض إن الصحابة كانت لهم دعابة وديت حتى ذكرها أبو سعيد الخضري في نص الحديث ولو كانت فيه دعابة حتى بيذكر أن سيدنا عبد الله بن حذافة بيقول لك مرة حل حزام راحلة النبي عليه الصلاة والسلام ليقع فبيسأله قال ليضحك النبي صلى الله عليه وسلم بس النبي عليه الصلاة والسلام كان ليه يعني اللي هو المزاح بهذا الشكل لخلبنا منه فلما النبي عليه الصلاة والسلام قال من أطاعكم أو من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوا وفي رواية البخارية إنما الطاعة في المعرف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أنت حد أمرك بحاجة الحاجة ديت فيها معصية لله لو كان والدك كانت والدتك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق حتى يعني لما ربنا سبحانه وتعالى بتكلم عن حقوق الوالدين وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة وفي آية وإن جاهدك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم يبقى ما تطعش في معصية ده مبدأ وبعدين لما قالوا أنه قال لنا نرمي نفسنا في النار والنبي عليه الصلاة والسلام قال لو دخلوها ما خرجوا منها تحتامل حاجتين يوم هما لو دخلوا النار هيحرقوا فيخرجوا منها إزاي أو التأويل التاني والشرح التاني الشراح الحديث قالوا قالوا أنهم لو دخلوها استحلالا لأنك لما تستحل حاجة حرمها ربنا سبحانه وتعالى فقد كفرت والكهف المخلت في النار لو دخلوها ما خرجوا منها إيه كمان ألو حتة حلوة أوي تبعنا النبي للفرار من النار أفندخلها يا سلام وكأن الذي يؤمن بالله وبرسوله ويتبع الله ويتبع رسوله هذا ينجو من النار والله قال ففروا إلى الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين يبقى أنت عاوز تنجو من النار عليك بالطاعة وهؤلاء الصحابة نجوا أنقذهم الله سبحانه وتعالى من هذا لأنهم كانوا صادقين في فعلهم وفي نيتهم فلما صدقوا مع الله وصدقوا في طاعتهم لأميرهم نجاهم الله سبحانه وتعالى شفق على خير السلام عليكم ورحمته وبركاته شفق على خير شفق على خير شفق على خير شفق على خير شفق على خير